نهاردة يوم مهم جدا لنا كلنا كازمالكوية يوم مهم جدا للعيبة والإدارات والناس كلها تريح نفسها وتاخد نفس كده واستراحة مقاتل ومحارب يعني ايه يعني نهاردة يوم التتويج الحقيقي يوم تتويج حقيقي المشوار طويل جدا 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 من 25 أكتوبر الماضي حتى 38 الحالي مشوار طويل جدا مع الجماهير مع اللعيبة مع الحكام مع الاتحاد مع الإدارة مع الاستقرار حاجات كتير جدا نتكلم فيها النهاردة ولكن لازم ناخد راحة لازم ناخد نفسنا عشان نفكر هي الفكرة بقى هنا ان انت هتاخد راحة وهتستريح بس في الاستراحة دي انت مش هتنسى كل حاجة انت الاستراحة دي هدفها ان انت تعمل صفاء ذهني ان انت تريح جسدك بدنيا زي ما اللعيبة حاليا في استراحة في استشفاء ان فيش تدريب لحد يوم ثلاثة تسعة يرجعوا يركزوا مرة تانية ولكن الإدارة والإدارة الفنية وإدارة ندي الزمالك برئاسة المستشار المتدى المنصور والمشرف على عمع الكورة أمير مرتضى هيكون في استراحة ولكن في شغل في شغل المستقبل في شغل اللي جاي ما أنا مش حلمي بس لانا قد بطول الدوري بطول الكاس هدف بس مش اكون بطل الدوري مسمن وربعض هدف يكون بطل الدوري مسمن وثلاثة واربعة وربعض وأكتر هدف ااخد أفرخيا وكون بطل أفرخيا وروح ألعب السوبر ليج واخدوا السوبر ليج الأفرخية الجديدة اروح كاس عالم أندية واعمل أداء كويس جدا هدفنا الأولاني ماتش سوبر لوسيلة ليكون في قطر أعمل هلال ونقدر نفوز ونعمل نتيجة جيدة فيه أكتر من هدف أكتر من حلم جماهية الزمالك سقفة محطها علي سقفة محطها بقى في المكان الطبيعي المكان الطبيعي لنادي الزمالك لانا لازم أكون موجود في فاينال كل البطلات لازم ده الطبيعي هو ده الحقيقي هو ده الطبيعي بس كان فيه أزمة الفترة اللي فاتت ولكن عاد الاستقرار عادة البطلات النهاردة يزدى الاستطار عن بطولة الدوري الممتاز بعد موسم طويل مرهق ضغط بدني وعصبي على جميع اللاعبين وعلى جميع الأندية في نهايته حسم الزمالك بجدارة واستحقاق رغم أنه كان يعني أقصر الأندية ضررا من إيقاف القيد من إيقاف لشيكبالا من إيقاف لبعض اللاعبين من بعض القرارات ولكن الزمالك تعلموا من الموسم اللي قابليه أن نفضل في الملعب والكورة في الملعب والجميل أن لعبتنا تعلمت من السنة اللي قبل اللي فاتت آخر سبع لقاءات قفلوا قدانهم ركزوا في الملعب عملوا كده من أول الموسم الثاني السنة دي بقى لقوا فيه استقرار لقوا فيه إدارة لقوا فيه كل حاجة مدير فني على أعلى مستوى محسس اللاعي بقى أي مشاكل محسس الجميل بقى أي مشاكل بدأنا نشوف انتصارات بدأنا نشوف توازن حلو جدا جدا بين الشباب بين الخبرات بين الناس الكبيرة بين الناس اللي عندها نضج شفنا إدارة فنية عالية جدا جدا من مستر فريرة شفنا أسماء كبيرة جدا من أسماء نادي الزمالك اللاعيبة الشباب زي سيد نيمار زي محمد طارق زي حسن عبد المجيد زي سيف فاروق جعفر زي يوسف أسامة والنهاردة نشوف أسماء كتيرة جدا موجودة النهاردة فريرة قرر يريح كل اللاعيبة اللي كانت موجودة في الدوري قرر يريح كل الناس اللي كانت موجودة في الدوري قال أنا النهاردة هعتمد على أولاد الزمالك قال أنا النهاردة هدي فرصة لأولاد الزمالك قال لازم نشوفهم نبديهم حق وعلى فكرة كل أندية كبيرة بتعمل كده كل أندية العالمية بتعمل كده خلاص أنا أخدت البطولة أجهب بقى لعبتي ليه ما ريح لعبتي وخلي بقى للشباب يلعبوا أخلي لعدك يلعبوا أغرب اللعيبة أعرف مين جاهز ومين مش جاهز أخليك كل في نفس المستوى ممكن في يوم أعتمد على حد فيهم في البطولة الجاي ممكن أقول أنا هلعب كاسر ربطة باللعيبة للشباب بتوعي لازم نعمل ده لازم نركز على لعبتنا كمان أنت بتخلي مستر فيتوريا موديل الفني منتخب مصر يشوف كل اللعيبة اللي في ناس زملك بتقوله أنا النهاردة هوريك كل اللعيبة من أول الناشئين لحد الكبار للناس اللي على الدكة كل الناس مجموعة كبيرة جدا هيكونوا موجودين مع منتخب الأول مجموعة كبيرة جدا هيكونوا مع منتخب الأولمبي مع اختيرات برازيلي ميكالي النهاردة بروفيسير فريرا بيراهن على مجموعة جديدة من العناصر الشابة كلنا النهاردة ثقة وحماس وعندنا كده حماس كبير قبل ممتش كلها عايزين نشوف ولادنا يعملوا إيه عارف أما تحس أن أخوك الصغير هيلعب تحس أن أنت أولاد النادي هلعبوا تحس أن فيه انتماء تحس أن فيه علاقة بيننا وبين اللعيبة دي من غير ما نعرف أغلبهم تحس أن احنا محتاجين نأذرهم النهاردة أنا واصق ومتأكد جماهير الزمالك هكون موجودة وبقوة وهتأذر اللعبين وهتكون في ظهرهم جماهير الزمالك مش بتشجع لعيب جماهير الزمالك ما بتكونش موجودة عشان لاعب ولا اتنين ولا ثلاثة بتكون موجودة علشان زمالك جماهير الزمالك أنا النهاردة متأكد هلاقي الجماهير موجودة كأنه ماتش نهائي البطولة النهاردة الجماهير موجودة وهتحتفل وهتغني مع اللعيبة وهتدي اللعيبة حقها وهي دي اللعيبة اللي تستحق هي دي اللعيبة ضحكوا فيه اللعيبة من دول السنة القبل اللي فاتت ما عرفوش يخش والماتش النهائي والاحتفال بتاع الدور لو فاكرين ساعتها ما الشيكبال أخذ إعقاف وخناقت لا أدخل الناشئين تخيل معايا اللعيبة اللي تلعب النهاردة لليعبة السنة دي كانوا ممنوعين السنة القبل اللي فاتت من دخول الأرض الملعب ومن دخول الاستاذ فالدنيا تزبطت كافة عدلت بقى فيها عدالة عشان كده الزمالك موجود على منصة التتويج ولسه هيكون موجود إن شاء الله هنشوف النهاردة نجوم مستقبل هنشوف نجوبنا الجد زي بقيت اللاعبين هنشوف لعيبة كتير جدا موجودين النهاردة هنشوف حد من الاثنين في حراسة المرمى النديم أو الصيد عطية والاثنين حراس كبار هنشوف خط الدفاع محمد طارق اللي تقلق بشكل كبير جدا في اللقاء اللي فات وتقلق عموما من أول ما ظهر معنين الزمالك هنشوف محمد حمدي هنشوف عبد الرحمن علي هنشوف أحمد زكي هنشوف أحمد رفاعي هنشوف محي جمعة حاتم محمد هنشوف خط الوسط سيف جعفر وماجد هاني هنشوف محمد خضري وكمان محمد حسان بيسو هنشوف كمان رضا عبد الرازق كريم عبدون هنشوف إيشو عبد الرحيم هنشوف النهاردة نستمتع به هنشوف أدهم الخواجة هنشوف كمان في خط الهجوم علي ياسر ويوسف وقسامة نبيه وقسامة أشرف النهاردة أنا واثق في رجال نادي الزمالك أنا مش قول عليهم شباب مش قول عليهم ناشئين أنتو خلاص بيجال نادي الزمالك ولازم نقول لهم أنتو خلاص عديته الليفل ده بره اللعيب عنده 18 سنة وبيلعب في الفريق الأول عادي شوفنا مبابي بيلعب في منتخب بلاده وهو صغير شايف هلندي بيعمل إيه يا جماعة يعني خلان فكر كده هلن نجم وعنده 20 سنة وكان قبل كده في دورتموند نجم وبيسجل هو 18 و19 وهدف الدولي وي 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 مبابي يا جماعة عامل حاجات كتير جدا كاس عالم وغير 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 وهو عنده كم سنة كان أقل من 20 سنة لعبه كتير جدا خلاص فكرة السن مش موجودة فكرة اللعيب 17 سنة ياه ولسه ما طلقتش في الستيم نفسي نبدأ ندي فرصة اللاعبين من بدري اديه له مطش وعنده 17 سنة مطش في الثاني في الثالث زمان كانت لقى الفريق الأول بيطلع هو عنده 18 سنة يشوف وشيكة طلعه أمتى يا جماعة شيكابالا طلع أمتى ميدو طلع أمتى حازم طلع أمتى الجيل حتى اللي موجود دلوقتي مش حازم أمام التعليب الكبير حازم أمام الصغير أوباما طلع أمتى لعيبة كبيرة محمد إبراهيم لعيبة كتير من اللي طلعت طلعت أمتى لازم ندي فرصة لولدنا نديهم فرصة يطلع يجرب ليه لأ ممكن يثبت نفسه وديك شايد الزمان اللي كان بيفكر في كام صفقة و12 و10 و11 دلوقتي قال لك أنا أخري يعني من خمسة لثمانية منهم ثلاثة أجانب طب ليه العدد قال عشان لقيت فيه أولادي يستحقه لقيت فيه أولادي يستحقه يكونوا موجودين على فكرة مصطفى محمد ظهر من بدري برضه والزمان اللي طلعه إعارات ودته خبرة كبيرة شايفه دلوقتي لأ نجم نجم فروا بمنتخب مصر الأول بلعب في الدولة الفرنسي وسجل هدف معنينة الجولة اللي فاتت تسجل وصنع نزل أول مباراة لي تشارك قبل كهة طبعا بس في الدولة أول مرة يبدأ ياخد مساحة كبيرة سجل هدف بعد نزوله بتسع أو عشر دقايق وصنع هدف وكسبه ترتا واحد هو ده اللي نقصده اللي احنا ندي فرصة للاعبتنا اللعيبة طول ما هي موجودة عندك بقطاع الناجئين بفضله يجبره 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 أنا بتكلم بشكل عامش بس عز مالك على فكرة لها بتقعد تجبر 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 فجأة خلاص أسنى ملكش مكان ما أسنع ريحت جبت لعب بخمسين مليون واربعين مليون وعشرين مليون علشان دفعت فيه فلوس خلاص فجبته دفعت فيه فلوس فهلعب ناشئ عليه الجمهور هيقول أنت بتعمل إيه فالناشئ يروح فين يريدتك حتى بتطلع إعارة أو بتطلعه لسافر أو بتطلعه في صفقة أو في حاجة لا بتسرحه بتسرحه وشوفنا ده في لعبة كتير على فكرة زي النني مثلا مثلا فيه كتير على فكرة زي النني بيحصل في كل الأندية تلاقي أنت بماشي اللعيب يا تقالك تقولي يا عايزة جيبه فاتكلمي ولك لو الله دفع فيها 30-40 مليون ما هو حقه ما انت جبت واحد أسوأ منه بفلوس أكتر فأنا شايف اللعيبة اللي أنا استحقت استاذ تكون موجودة تكون موجودة واللعيبة اللي شايف ملوش مكان دلوقتي يطلع إعارة يطلع إعارة سنة ست شهور ياخد خبرات إعارة من غير ما يكون في بان دشرة عشان ده ابني وهقوله انت ابني تطلع تاخد خبرات وتيجي تكمل في بيتك وتطلع احتراف تطلع على العيبة تحترف تشوف العالم تشوف الدنيا يبقى عندنا 3-4-5-6-10 محمد صلاح ان شاء الله اللي جاي يكون أفضل طول ما احنا مهتمين بناشئين الأندية وتحديدا نادي الزمالك مع المزاط في الناشئين اشتركوا في القناة